داية من الأسخن اليوم فلا تكاد تهدأ جبهة وإن لساعات حتى تشتع الأخرى محورها الحرب الإسرائيلية على غزة وارتداداتها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وإيران اليوم صباحا قتل خمسة من الحرس الثوري الإيراني بينهم مسؤول الاستخبارات حجة الله أوميدار المعروف بالحج صادق ونائبه في فيلق القدس التابع للحرس الثوري بعد استهدافهم داخل منزل في حي المزة في داخل العاصمة السورية دمشق وأكد الحرس الثوري في بيان بثه التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل خمسة من مستشاريه العسكريين في غارة قال إنها إسرائيلية فيما لم يصدر أي إعلان رسمي من إسرائيل التي تواصل منذ فترة طويلة حملة قصف لأهداف مرتبطة بإيران في سوريا وكانت صحيفة واشنطن بوست أكدت أن مسؤول استخبارات فيلق القدس في سوريا حجة الله أوميدار هو العقل المدبر للهجمات ضد القوات الأمريكية وساعد في تصنيع الأسلحة وتقديم المشورة حول استخدامها لاستهداف القوات الأمريكية كما ساعد في تحديد أنواع المركبات والمدرعات الأمريكية المستهدفة في سوريا واستطلاع الطرق التي تسلكها القوات الأمريكية وفي رده على الغارة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال إن بلاده تحتفظ بحق الرد على مقتل مستشاري الحرس الثوري في غارة إسرائيلية في سوريا وأضاف كنعاني أن إيران ستلاحق ما وصفها بالأعمال الإجرامية والعدوانية سياسيا وقانونيا ودوليا مع احتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر